تعلن وزارة الخارجية بأن إزاء استمرار وتفاقم التدخل السافر والخطير من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليس في شؤون مملكة البحرين فحسب بل وفي شؤون دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك الدول العربية الشقيقة دون أدنى مراعاة لقيم أو قانون أو أخلاق أو اعتبار لمبادئ حسن الجوار أو التزام بمبادئ الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ما يؤكد إصرارا على إشاعة الخراب والدمار وإثارة الاترابات والفتنة في المنطقة عبر توفير الحماية وتقديم الدعم للإرهابيين والمتطرفين وتهريب الأسلحة والمتفجرات لاستعمالها من قبل الخلايا الإرهابية التابعة لها في إزهاق الأرواح وقتل الأبرياء وبعد الاعتداءات الآثمة الجبانة التي تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد التي تشكل انتهاكا صارخا لكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتجسد نمطا شديد الخطورة للسياسات الطائفية التي لا يمكن الصمت عليها أو القبول بها وإنما تستوجب وعلى الفور ضرورة التصدي لها بكل قوة ومواجهتها بكل حسم منعا لحدوث فوضى واسعة وحفاظا على أمن واستقرار المنطقة بكاملها وعدم تعريض مقدرات شعوبها لأي خطر قررت مملكة البحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتطلب من جميع أعضاء بعثتها مغادرة المملكة خلال 48 ساعة كما قررت المملكة إغلاق بعثتها الدبلوماسية لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسحب جميع أعضاء بعثتها وستشرع المملكة في اتخاذ الإجراءات المترتبة على تنفيذ قرار قطع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبناء على توجيه مجلس الوزراء استدعت وزارة الخارجية السيد مرتضى صنوبري القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالإنابة وسلمته مذكرة رسمية بهذا الشأن هذا وأكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس مجلس نواب على أهمية القرار الصادر عن مجلس الوزراء الموقر بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وإيران مشيرا إلى أن هذا القرار استراتيجي ويدعم الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وكافة الدول الخليجية في نصرة قضاياها ومقاطعتها لإيران الداعمة للإرهاب والمصدرة به لدولنا الخليجية وأضاف الملة أن قرار قطع العلاقات قرار صائب يصب في صالح دعم الأمن ومكافحة الإرهاب مشيدا بحكمة عاهل البلاد المفدة في التعامل مع مثل هذه التدخلات إلى جانب دور سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر وسمو للعهد الأمين نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء في ضمان الأمن والاستقرار لمملكة البحرين أولا والإشعوب الدول الخليجية والمنطقة العربية واستنكر الملة الخرق المستمر والمعلن من قبل إيران للأعراف الدبلوماسية والعلاقات الدولية مع البحرين وكافة الدول الخليجية ودول المنطقة أمام كل من يحاول زعزعة الأمن وقد أيد رئيس مجلس النواب قرار قطع مملكة البحرين علاقاتها رسميا مع إيران جراء التدخل المستمر والعلني والفاضح في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ومن ضمنها البحرين والسعي المستمر لزعزعة أمنها واستقرارها وسبق أن أعلن المجلس النيابي تأييده لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود لحماية أمنها واستقرارها ورفض التدخلات الأجنبية في شأنها الداخلي دعيا الملة للمسارعة في الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد الخليجي مما يضمن المستقبل الأقوى لدول المنطقة وشعوبها في الملحلة المتعيلاً على الملحلة التعاون إلى مرحلة التعاون في الانتقال من مرحلة التعاونين الكفريني dollarsيات الكفرينيات المتعاون إلى مرحلة التعاون هنا İرتICE في الانتقال من م Einstein شكرا